بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أعزائي الطلبة والطالبات طلاب الصف الخامس لابتداء إن شاء الله النهاردة مع بعض ريفيجن يونت سري من كتاب جيم ولكن دايماً كلنا البداية مع بعض اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام طبعاً معانا الريفيجن ومعانا التوتستس يعني امتحنين طبعاً بلين هنا في الconversation المحدثة ولا بدنا كلنا نكون حفظنا أبوي عند هز موم الولد ومامته طبعاً الأم بتقوله أنا قوي no problem i am strong yes you are yes you are help watch out are you okay help watch out are you okay i think so but look at my skateboard but look at my skateboard again المحدثة كلنا نقولها مع بعض ونرددها ثلاث مرات let me help you mom let me help you mom let me help you mom thank you be careful i am strong thank you be careful it's heavy thank you be careful it's heavy thank you be careful it's heavy no problem i am strong no problem i am strong no problem i am strong yes you are yes you are yes you are help watch out are you okay help watch out are you okay help watch out are you okay i think so but look at my my skateboard i think so but look at my skateboard i think so but look at my skateboard بعد كنا عندنا الوردس الكلمات make the bed make the bed make the bed feed the feed the bed feed the bed sweep the floor sweep the floor sweep the floor sweep the floor take افتح المنزل 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 hang of the clothes put away the groceries put away the groceries put away the groceries sit the table sit the table sit the table again مرتين يشعر نعرف الميني make the bed make the bed يعني يرتب الفراش make the bed feed the beds feed the beds يعني يطعم الحيوانات الأليفة sweep the floor sweep the floor يعني يكنس الأرضية take out the rubbish take out the garbage take out the rubbish take out the garbage يعني يتخلص أو يخرج الجمهة do the laundry do the laundry يعني يقوم بالغسيل hang of the clothes hang of the clothes يعني يعلق الملابس put away the groceries put away the groceries يعني يضع مستلزمات البقالة في مكانة sit the table sit the table يعني يعد المنددة بعد كنا عندنا تصرفات الأفعال اللي عندنا look looked look looked look looked يعني ينظر sit let 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 make made make made يعني يرتب أو يصنع sweep swept sweep swept يعني يكنس الأردية sweep swept do did do do did يعني يعمل أو يفعل put away put away put away put away يعني يضع الشيء في مكان think thought think thought يعني يفكر أو يعتقد think thought feed 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 يعني يطعم take took take out took out take out took out hang 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 sit sit hang يعني يعلق hung يعني علق sit sit يعني يعد أو يجهز sit 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 بالنسبة عندنا للgrammar عندنا طبعا كان السؤال بقالة استفهام عن الماضي البسيط لو جالي سؤال وط وراها يبقى الفعل المساعد did والفاعل he أو she أو it واسمه مفرد بجمعهم did أو الفاعل we أو you أو they والاسم الجامع وسواء آآ فاعل مفرد أو فاعل جامع أنا بجيب do مصدر الفعل أو مصدر الفعل عموما مصدر الفعل infinitive اللي هو عندنا هنا do يبقى بجيب وط وراها did في النسبة لسؤال الترتيب what وراها did وراها الفاعل he أو she أو it أو they وي وراها الفعل do في المصدر تابل الإجابة عني لو أنا جالي سؤال ويقال لي what did he do أو what did she do أو what did they do بجيب الفاعل في الأول سواء هي آآ اسمه مفرد أو they وي أو اسم جامع وبجيب الفعل الماضي ناخد نركز إن الإجابة هنا يكون الفعل في صيغة الباست وبعدين نكمل عندنا الجملة what did he do what did he do هنا he hung أو the close أنا قلت هنج ما قلتش هنج لي لأن سألت بدت في الماضي يبقى الفعل الماضي what did you do طبعا يو بتتحول لأي أو we يعني رتبنا الفراش يعني رتبنا الفراش يبقى عارفين بتتحول في الإجابة أو i ممكن نقول i made the bed أو we made the bed بعد إجابة بالنسبة للفونيكس الصوتيات يعني ينفض القوبة طبعا بدت نطق يعني يدعو يعني ينتظر يعني يحيي يعني يزرع يعني يدهن أو يلون يعني يعد أو يحسب يعني يحمص أو يشوي يعني يريد شاوت 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 يعني يصيح يعني يزيل الحشائش الضارة يعني يحتاج يعني يطوي أو يثني أجين مرة تانية لأفعال وتصرفاتها دست دستد انفيت انفيت ويت ويتت غيت plant planted paint painted count counted won't wanted we did طبعا عندنا important phrases يعني يجب من الهامة في الدرس يعني نملة محتاجة منزل كلمة سو معناها لذلك لذلك زرعت بذرة يعني انتظرت وانتظرت وطبعا أزالت الحشائش ثم سوى دستت ثم سوى دستت بانتظرت وانتظرتها لأنا ثم سوى دستت يعني نفضت بانتظرت لونت ودعتها لأنا ودعتها لأنا يعني حياتهم with roasted pins بالنسبة عندنا اشتلت الصندوق السقين I didn't see the scat board ما شفت السكات board I fell on the dropped as a box وات وي طبعا على البوكس my legs hurt my legs hurt يعني رجلية بتؤلمي ممكن نفذبه بطريقة أسهل وطبعا احنا تناولنا how to write a paragraph in sample sentences بجومها الأبسط ممكن نقول he is a boy she is a woman she is a mother it's a box it's a scat board اه ممكن نقول it's a box it's heavy it's a car فيه سيارة اي جمل بسيطة ولكن هو مش بلزمني ان اكتب حاجة معينة اه تعالوا طبعا مع بعض اننا جاب لنا paragraph برضو وحنشوفوا مع تستيليونت طبعا ده الوركو بك tab activity طبعا ده answers منزبان دنالي تستي نوبر وان بالنسبة لدينا على unit 3 طبعا هنا يعني نسمع ونعمل يبقى كلمة هنعمل عليها طبعا هنا طبعا هنا نمبر 1 نمبر 3 وانت 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 يبقى لتر نمبر 2 باركنا لسين نسمع ونعمل تكملة هلو أورهاي علي good morning good morning عمر what are you doing يبقى هنا عندنا or who can spell A-R-E R-A-R-E نمبر 2 I'm sweeping the floor sweeping sweeping S-A-W-E-B-I-N-G I'm sweeping the floor can you carry this box yes I can can you I say you why can you carry yes I can it's heavy no it's heavy let me help you let L-E-T let me help you بعد كنا عندنا passage reading reading circle the odd word and replace it with the correct one طبعا مش البسج ده عندنا سؤال الكلمة المختلفة laundry sweep wash climb طبعا هنا laundry الغسيل sweep يكنس wash يغسل climb يتصلك المختلفة عندنا من laundry يبقى نعمل circle على laundry وطبعا هنضع فعل مكانها هنكتب مين go يذهب go number two rubbish القمامة cloth mela bus put يضع groceries البقالة طبعا هنا المختلف مين كل دي اسماء مع ده put يعني يضع هنعمل circle على put ونستبدأ اسم ونكتب مثلا floor floor اللي هي الارضية يعني يصنع يتعم يساعد اللي هي الطع طبعا دي افعال معدى كلمة يبقى نعمل circle على ونستبدلها فعل طبعا كلنا حافظين مين put او ست يعني يرتب من ضر يأخذ floor ارضية مكتب كل دي اسماء معدى مين معدى كلمة ايوة ده فعل يبقى نشيل الفعل ونحط اسم ونكتب مثلا اي اسم يقبلنا كتاب يعني book طبعا ده اسم يعني حية خبز يعني انتظر دعا كل دي افعال في الماضي لكن اسم يبقى نعمل circle على ونستبدلها بفعل في نهايته اي دي يعني فعل منتظم كلنا حافظين كلمة يعني يعني يلعب الماضي منها بعد كده عندنا اللي هو سؤال choice to the correct answer from a b c or d what did she قلنا what did did بيجب معاهمين المصدر المصدر do my father يعني والدي او my father sit the space for dinner طبعا اسم the table يعني يعد المنضرة sit the table طبعا في الفعل ماضي طبعا بيجب معا المصدر اسمه يعني ارتب الفراش بعد كده هنقرأ الكطع ونأجب على الاسئلة هنا بقول لنا yesterday was our holiday كانت اجازتنا i helped my family clean up the house في تنظيف المنزل my father took out the rubbish والدي خرج الكمامة and my mother made the beds وممتلتبت السرير my sister مريم اخت مريم did the laundry يعني امت بالغسيل my brother احمد hung up the clothes يعني علق الملابس i sit the table for breakfast يعني اعدت المنضرة للافطار it was really a nice day كان يوم لذيذ we were happy كنا مبسوطين fill in the gaps or fill in the black box with true or false يعني كان من true or false هنا i took out the rubbish طبعا خرج الربش الفضر طبعا هنا my father took out the rubbish يبقى هنا true والله false طبعا false يبقى هنا نعمل false number two my mother did the laundry my mother made the beds يبقى طبعا خطأ يبقى هنا بردو هنعمل false number three احمد احمد يبقى ايه يبقى اه احنا اجب على الاسئلة من الرتب السرير تعني شوف كده مريم مريم يبقى هنا my mother او mother made mother made the beds يبقى هنا نعمل mother made the beds ونكتب على number four وطبعا وطبعا نكتبها في الموقع يبقى نكتب هنا mother او my mother made the beds what did مريم تو نجد مريم كده عملت ايه تعني شوفوا كده مريم مريم did the laundry يبقى هنا number five مريم did the laundry ونكتب على number five بعد كده عندنا question بالنسبة ل writing writing arrange the following words to make correct sentences طبعا هنقرأ او نرتب ها نقول لي are you okay مرة تانية are you okay are you okay طبعا ده سؤال number two منال 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 روست سم pins مرتنية منال روست سم pins منال روست سم pins هنا number three I don't have enough money مرتنية I I don't have enough money I don't have enough money what did they take out مرة تانية they what did they take out بعد كده look and write paragraph of five sentences هنبص عالصورة ونكتب paragraph من خمس جمل تعالوا مع بعض كده نقول ايه من ديتي طبعا اه و اه او رجل نقول او رجل وسيدة نقول مثلا يعني رجل ممكن نقول يعني لابس ضد رجل وممكن نقول ورز او ويرنج خلاها برز انتونوز عشان احنا بنصف حالة قدامنا يعني هو لابس الان خلاها زمية ويرز يعني لابس نضارة ممكن نقول نقول كمان يعني هو مبسوط ببتسم قدامنا وممكن نقول كمان يعني بتخرج القمامة طبعا خمس جمل سهلين جدا وبسيطين مرة الثانية هو رجل مرتدي نضارة هي بتخرج الكمام بعد كده بنك شوي هنعمل سؤال بنك شويسا طبعا احنا عارفين عندنا ثلاث علامات ترقيم عمر طبعا عمر وكابتل وطبعا كوشن مار لانه سؤال في نمبر سامح didn't set the table on Sunday سامح didn't set the table مسامح didn't set the table on Sunday اه طبعا في نمبر وان عملنا لانه طبعا بلايته الجملة وعندنا عمر وكابتل كعلامة الاستفهم في نمبر عندنا عندنا وطبعا في الناية الفلسطوب طبعا ديه ثلاثة علامات ترقيم تعالوا مع بعض نستعر تست نمبر تو كوكلي طبعا احنا عندنا برضو نسمع ونعمل ذلك نمبر وان يبقى هنا نمبر وان نمبر تو موسيقى نمبر 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 احنا كلا نمبر نمبر لين احنا نمبر اشهو كيف she took out the garbage and put away the groceries groceries g-r-o-c-e-r-i-e-s groceries did you did you help her help help h-e-l-p yes i did yes i did d-i-d بعد كده عندنا سؤال reading circle the odd word and replace it with a correct one sweep floor make set كل دي افعال معادة مين معادة floor اللي هي الارضية نعمل circle على floor وطبعا نستبدلها بالفعل مين go go يعني يذهب يذهب go بعدك نمبر تو when يفوز big cold clean كل دي افعال في الماضي وافعال منتظمة فيها ايدي وملل مختلف مين وين ده مصدر هنعمل circle على وين ونجيب فعله منتظم في نهايته ايدي زي مثلا يطهو يعني كوكد يبقى c-o-k-e-d طبعا هنا بغية ماضي invited ماضي ويتد ماضي لكن teacher معلم يبقى نعمل circle على teacher ونستبدلها بفعل في الماضي وانتهي ب ايدي ولنكتب مسلا هنا اه for example climate climate ونحط لها ايدي ووك يستيكس وير ولا هاو ولا وين طبعا ديو كلها الواتي استفهام فيها double واتش لكن ووك ده فعل هنعمل circle على ووك ونستبدلها بفعل بقالات استفهام فيها double واتش ولا كتب مسلا وات وات يعني ما او ماذا وات هانجري جوان ثريستي عطشون hot يعني حرار بتس حيوانات اليفة ها منيقول للمختلف مين بتس طبعا بتس دي اس موديل كلها صفات طب نستبدلها بصفة ونكتب كلمة ايه sad او cold sad يعني حزين سهلة جدا او ممكن استبدلها بكلمة cold cold يعني بارد يعني وقصاد او cold يعني نستخدم الكلمات اللي عندنا in the box في السندوء out carried help it heavy thing تعالوا مع بعض كده نشوف yesterday we went to the supermarket my mother is based groceries mumti ام عملت افل بقالة طبعا هنا ممتي ها carried groceries carried يعني حملت carried groceries there were كانوا ايه كانوا زقالي they were heavy heavy يعني كانوا تقال my sister helped her واختسعدتها my sister helped her but she didn't watch ولكن ما خلتش بلها اسمها watch a watch out she dropped all the groceries واعد كل البقائنا my mother was very angry كانت ممتي غطبانة جدا بعد كله عندنا سؤال الباسج read the passage and answer the questions هنقر القطع ونأجب على الاسئنة احمد was busy on saturday was busy يعني كان مشغول جدا أو كان مشغول you missed it in the morning he held the piano he played the piano in the morning he played يعني عازف على البيانو and painted a picture ورسم صورة in the afternoon he called his friends friends يعني دع اصدقاؤه بسمة and omar and invited them for lunch ويدعوهم لوقبة الغداء omar roasted some chicken omar حمص الفرخ they ate under a tree اكلوا تحت الشجرة after that they weeded the garden and cleaned up weeded يعني الطعو الحش او ازالوا الحشايش and cleaned ونظفوا الحديقة fill in the gaps fill in the blank boxes هنملأ الفراغات with true or false احمد was busy on monday طبعا كان مشغول يوم الاثنين طبعا قولنا saturday يبقى عندنا هنا number one false number two احمد called his friend is in the morning in the morning احمد he played the piano and painted the picture in the afternoon he called his friend هنا in the afternoon when in the morning يبقى بردو اطبع عندنا false ايه number three او sentence number three عمل روستد صمت شكين عمل روستد صمت شكين يبقى نكتب هنا number او نكتب true بعد كده السؤال answer the following where did ahmed and his friends have their lunch تناولوا الواجب بتاعتهم طبعا قولنا ايه under the tree they add under a tree يبقى هنا نعمة تحتها خط they add under a tree وطبعا بنكتب عليها ايه number four what did ahmed and his friends do after lunch بعد الغداء احمد واصدقاه عملوا ايه طبعا نجيب after lunch ولنا هنا for lunch after that they weeded the garden and cleaned up يبقى هنا they weeded the garden يعني اه ازالوا الحشاء and cleaned up ونكتب عليها من عند they ونكتب عليها number five وطبعا نكتبها نحط تحتها خط وننقلها في النقط اه بعد كده بقول لنا writing we arrange the following words to make correct sentences هنقوم بترتيب الجملة i bought three tickets مرة تانية i طبعا نكتب جملة i i bought three tickets i bought three tickets number two when when did the the bit when did he feed the bits when did he feed the bits مرة تانية when did he feed the bits when did he feed the bits did he hang up the clothes مرة تانية did he hang up the clothes did he hang up the clothes you have the wrong number مرة تانية you you have the wrong number you have the wrong number look and write paragraph of seven sentences يعني هنبص كده ونكتب باراغراف من خمس جمل ايه ده ده ولد نقول اول حاجة he is a boy he he is a boy من يقول لي هو لابس ايه نقول لابس طاية he wearing he is wearing a hat the number two عايز اقول مبسوط he is عايز اقول مسلا he or they are they are dogs يعني دي كلاب they are dogs يعني دي كلاب عايزو ان الولد البيوت طاعة من كلاب نون ايه the boy the boy the boy الولد is feeding the bits او the dogs ممكن او the bits او the dogs he is feeding the bits يبقى مرة تانية he is a boy he is wearing a hat he is having مبسوط they are dogs يعني موجود دوكز اه كلاب طبعا زابوي is feeding the dogs والولد بيوتو عم في الكلاب اخر سأل معنا سؤال فانك شويت يعني على مسلا توركي اتس ايت كلوك طبعا اتس اول حرف طبعا عارفين انه عندنا سرية في انجس يعني ثري موركز ثلاثة علامات اتس ايت كلوك اه في عندنا نمبر تو ده نوها ده نوها ده نوها ده نوها ده نوهز صواغر جو طبعا go to assoot اسsoot دي مكان يبقى ال a capital اسsoot وبعدين لقوش الموركي طبعا شانسوال يبقى هنا اتس ال a capital وفي عندنا الابستروف امان اهي وفي عندنا الفلسطوب في النهاية في نمبر تو عندنا النهاي الاني كابتل في عندنا هنا السيود ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم من كتاب جم مع تمنيتي للجميع بالتفوق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته